الاهلي والزمالك زي ما حضراتكم عارفين بقلكوا في اول حلقة اتعادلوا اتنين اتنين تمام ميت فول واربعة عشر دي بالموزبق قمة رقم مية اربعة وعشرين احنا زي ما حضراتكم عارفين النتيجة دي ترفع رصيد الزمالك لخمسة واربعين نقطة ويستمر في الصدارة في المركز الاول طيب الاهلي اصبح كده عنده كم نقطة عنده واحد واربعين نقطة ولازال في المركز التالت طيب لسه الاهلي لي مباريات ملعبهاش يعني احنا هنا مش بنتكلم على انه خلاص مباريات القمة اللي حصلت دي يبقى كل سنة وحنا طيبين حقا يقال خد بالك انا راجل زي ما الكاوي لكن انا بقولك الحق عشان دي شغلتي الاهلي لسه لي ثلاث مباريات كمان طيب انا مبقتش مسألتي بصراحة يا مين دخل الجوة انا بقيت مسألتي في المطش ده هو احنا الاتنين اهلي وزمالك لعبنا بالمظبوط يعني ادينا للمطش حقه احنا الاتنين عشان بس ما حدش يقسم الكلام احنا الاتنين اهلي وزمالك احنا ادينا للمطش ده حقه ادينا لجمهور حقه في الفرجة الممتعة يعني احنا اتفرجنا على مطش ممتعة اتفرجنا على مطش حامي اتفرجنا على مطش مفلفل كده متابل سبايسي لا طب احنا اتفرجنا على اهداف من اللي هي اللي هو الهدف اللي هو بتاعه وهبا وتلاقي بقى اجابة حد شلبي صوته يعلى ويا حاوي لا احنا اتفرجنا على اهداف بتاعت ايه يا نهارة بيض زي الجند دخل عند اللي اتنين المطش ده دخل فيه اربعة جوان حلو اتنين اهلي واتنين زمالك انا راضي زمتكو فيه اي جول من الاربعة جوان اللي دخلوا يعجب حد كانش فيه لاعب طيب